معنا عبر الهاتف الآن المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي يا فندم صباح الخير ومليوم مبروك التعاقد الجديد مع جريدو أهلا يا فندم وأهلا الله يبارك فيكم الشيء جدا شكرا جريدو من المدربين اللي هم سمعة جيدة في المنطقة العربية وبالتأكيد له سمعة جيدة في مصر بعد تضريبه النادي الأولي وارفوز بالكونفيدرال الأفريقية إزاي تم التعاقد مع جريدو في الساعات الأخيرة والله الحمد لله احنا ربنا بس نأمل من ربنا التوفيق هو تم التعاقد على مرسومين وموسط آخر إن شاء الله احنا عايزين نعمل استخرار للنادي إسماعيلي وهدفنا إن شاء الله نحنا نجيب بطولة بإذن الله تعالى ونسأل شعب الإسماعيلية وجماهير مصر كلها اللي بتحب الإسماعيلي يعني كان يتعالي الأيام اللي فاتت دي إنه كان اللي مأخر التعاقد فكرة إنه الإسماعيلي اشترط على جريدو إنه ما يخسرش ثلاث مباريات الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مكانش مظبوط والله يبص بص أنا يعني أنا لأبيه لأوجة نظر أحولك يعني ماذا لو ده قدر الله المدرب مانطقش ماذا نفعل خليه أعقل يعني يبقى جايب نتيجة سيئة وأنا برضو خليه وديه شرط جزائع عشان أمشيه هذا الظور مش منطق يعني ويعني أنت لما بتكسب بيبقى في بونس لما بتكسب بتاع بيديك مرتبك كامل تماماً وفي بتكسب فيه أهداف وكل ماتش بتكسب وبتاخد لثلاثين أربعين ألف جنيه وكل مش عارف فوز بتاخد مش عارف إيه وبطولة تفتحها أثنين ثلاثة مليون وهنا خمسة طيب إنت لما تعمل نتاج سيئة أعمل إيه أقعد عايز جنبك يعني بس تعت مباريات مش أوليل شوية بش مهندس يعني أنا أفهم أفهم مثلا وإنت وطوله نا يعني إحنا شلنا الشرط ده علي شلطه بالأمان أنا أنا برضو مش عايز إيه يعني قلت عايز إن أنا أخص بالموضوع عدا الاتفاق يسمي على الشرط متم الحمد لله وشلط وشلط ما فيش أي شروط شبه ديت يعني شروط مثلاً إنه يبقى في مركز معاين لا هو بقى بقى شابته هو مرتب شهرين بقى عادي يعني بقى ماشي بقى وخلاص وعمري الله مرتب شهرين وخلاص طيب السفقات الجديدة لنادر إسماعيل إسماعيلي داخل بنشاط كبير جدا باش مهندس سوء الانتقالات وعدد كبير من اللاعبين المميزين وليليهم خبرات هل جريده تعرف على اللاعبين؟ هل جريده عارف الصفقات الجديدة؟ هل كنت بتتكلمه الفترة اللي فيت دي مع جريده على أي اللاعبين اللي نضمه للفريق؟ ولا هو هيجي شوف كل اللاعبين اللي أول مرة؟ لا طبعاً هو على علمه ويعرف بيه بعض اللاعبه زي طالح جمه عدد أنه هو كان معاه ويعرفه كويس يعني فيه لعيبة كتيرة يعرفه هو هو بات المرشي وكده يعني هو يعرف كتير من اللاعب اللي إن شاء الله معنا وحسني عبد الربو يعرفه كويس وكده يعني فهو في الجهاز الفني أو في المعاون لللواقب معه مدير الكورة حسني عبد الربو وزائد اللاعب اللي احنا جبناها زائد برضو باهر وهو أكيد دلس كويس الناس دول بيطلعوا كويسة وبيطلعوا كويسة وبيحللوا تماماً يعني بما عندهم خطة للتغريب إزاي عشان يجيب بطولة هو ده بالنسباله الكريم بتاعه لما هي بقى بطولة سعره بزيد في الشوق يعني بقى المحمد وعبد الرحمن مجد مكملين مع الطريق إن شاء الله لما انتشافهم لذلك مكملين في التدريبات يعني مكملين آه أنا أقصد إنه هو مفيش أي عروض أو مفيش اه احتمالات يعني هذه عروض لكن هي لسه مش لا ترقى لللي احنا نرغب فيه بالأمانة عشان كده احنا حطين شروط لباهر وابرحمن والله لو جابت شروط ماشي ما جابتش ما هم عاديم معانا واحنا بنحب بنفضل إنه هم إلوهم معانا إن شاء الله عروض محلية ولا أوروبية يا فنن؟ لا للأسف هي كلها لأنها خلاص الدوريات كلها مفيش حد الشرق بالزبط ولكن كل الدفانيات قبل تتقيم بتاعها تقريبا لهم فهو بس العروض محلية يعني عروض محلية أهلي وزمالك طبعا لا ولا أهلي ولا زمالك ولا أهلي ولا زمالك ولا أهلي ولا زمالك هل حرك حضرت حطيت أرقام معينة؟ هل حطيت أرقام معينة مش هنعلنها بقى على الأولى يعني ما فاش بقى عشان نخط السبقات يعني عشان نعلي في أشهر مش لا 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 هنقول ده هدف نحنا بقى أولاد نبسط جماهيل اللي يسمعين هاي نعمل كل ده بنعمله عشان خاطر الجماهيل سبقى سعيدة سبقى أمسوطة ها وأدخل سبقى أمسوطة بالسبقات إن شاء الله بكمان بالمترك إن شاء الله ونلعب من رب العالمين يوفقنا بقى إنه ويعني حقالينا البطولات اللي احنا فيه اللي احنا عندنا نفسنا لنأخذ بطولة ورات الأخرى إن شاء الله بقى بقى مستحقات اللاعبين المتأخرة يا فندم تم تزدادة ولا لسه في بعض الأمور المعلقة؟ معظمة إن شاء الله تبتسبب يعني واحد واحد ما تبقى أشياء كل إحنا الحمد للبقى مسيح بخدق وايسة حم إن ربنا يوفقنا إن إحنا نجيب رعاة وايسة بالنسبة للقطرة اللي جاية عشان يبدأ يصرف عن نبي إسماعيل وأمانهم بشركة البرزنتيشن اللي ايش انتراعي بتاعت البس الفضائي إن شاء الله نوصل معها لاتباك وربنا نسهل إن شاء الله عندك تموح إن الإسماعيلي يبقى في المربع إزاي بالمسلم القادم؟ أنا عندي تموح إن شاء الله أنا رأى إن إسماعيلي يبقى بطل الدولة المسلم القادم ده كلام يفعل ده كلام ده بالعكس ده بيدحاكني ده أنا مبسوط إن جميل إسماعيلي أنا مبسوط إن جميل إسماعيلي تسمع حاجة زي كده يا بش مهندس ده إن شاء الله بإذن الله ده هدفنا ما إحنا ما بهدف بجد يعني إحنا بلاس عالي ذلك إحنا عايزين ناخد بطولة الدورة أو بطولة الكاس إن شاء الله هاي هاي لا بش مهندس هاي أنا بشكولك شكرا جزيح يا بش مهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي طموحات مشروعة طموحات منطقية ده النادي الإسماعيلي ده النادي الإسماعيلي التاريخي يعني أنا لما أقوله تبقى عايز تبقى في المربع الزهبي يقولي أنا عايز أخد الدورة ده كلام هو اللي تفهمه جمهين الإسماعيلي لما تيدي تسأل الجمهور الإسماعيلي إنت طموحك إيه في الدورة إليك أنا أخد دوري طموحك إيه في الكاس أنا أخد كاس أنا لما ابتسمت فابتسمت إن حال الإسماعيلي السنوات الماضية كلها ما كانش على مستوى الطموح ده بصراح بس إحقاقنا الحق مدير فني وصفقات بتقول إن الإسماعيلي داخل الموسم القادم بشكل مختلف يعني ما ظنش تحليليا يعني إنه الإسماعيلي ممكن ياخد الدوري بس على قد الإسماعيلي يظهر بشكله الطبيعي شكله المنطقي شكله الصحيح سالس الأهلي والزمالك في المنافسة على الدوري الممتاز ما يبقاش بيصارع الهبوط مش ده الموقف اللي أبدا المفروض الإسماعيلي يبقى فيه وبصراحة زي ما انتقضنا كثيرا وكنا بنشير كثيرا إنه فيه أخطاء ما إدارية أو فنية بس اللي بيحصل فترة الانتقالات الحالية بيقول إنه لا اللي موجودين في الإسماعيلي عايزين مصلحة الإسماعيلي وعايزين الإسماعيلي يبقى في حال أفضل وأحسن طيب